حبيبي برج الحوت عفوا حبيبي برج الحوت أنت انتظرت كثيرا كثيرا وبحثت كثيرا كثيرا ودعوت الله كثيرا كثيرا ما تقوله هذا الكار دعوت الله كثيرا وهنا حب جديد حب جديد سيدخل لحياتك بعد معاناة طويلة حب جميل حب بريء حب صافي حب نقي شوفوا الله يعني تغيير كبير جدا سيحصل وأنت هذا الحب الذي سيصل إلى حياتك هو الحب الذي تمنيته تمنيته طوال حياتك وخ أنت ربما يعني هي قراءة عمى ومعمى ربما أنت مرست قانون الجذب وخ و يعني أنت كنت تحلم و كنت تحلم بوصول هذا الحبيب يعني هذا الكار تقول أنه حب جديد وخ حب جديد سيدخل لحياتك ليس حب قديم جديد وخ بعد معاناة طويلة بعد معاناة كبيرة قلت أنت أنت رسمت نعم وأصير أنت رسمت في خيالك رسمت في دفتر خيالك هذا الحب الجميل الذي سيصل لحياتك لماذا؟ لأنك عانيت بسبب حب في الماضي شوف بسبب حب في الماضي يعني أنت عشت في جحيم عاطفي هذا يعني كان في حياتك أنت أحببت كثيراً كثيراً هذا الحبيب لكن هذا الحبيب لم يفعل أي شيء شوف انتهت العلاقة شوفوا هذا الحبيب لم يدافع عنك هذا الحبيب لم يدافع عنك أنت يعني كان هناك حب أنت كنت تحبه كثيراً وهذا الحبيب كان يعني الثبات كانت طاقته وهذا ما وقع يعني حدث انفصال وهذا الحبيب كان جحيم في حياتك واخا قد يكون ربما زوجك هذا ما تقول هذا القرد قد تكون علاقة زوجية لكن كانت جحيماً ما تقوله القرد أنا أصف لكم أقرأ لكم أطرت القرد يعني ما أراه وأنت كنت تحبه بزرزر بزرزر هذا الحبيب والنهاية كانت هذه لكن أنت يعني النهاية ليست يعني نهاية علاقة لكن أنت تخرج من البرج يعني تخرج من القفص فبالتالي هو شيء إيجابي هذه النهاية كانت شيء إيجابي واخا أنت عزيزي بكيت بزاف بزاف بكيت كثيراً لكن بفضل أنك يعني دعوت الله كثيراً يعني أنت كتطلب من الله بزاف طلبتي يعني بكيت بزاف وطلبتي بكل إيمان يعني أن يجيبك أن يستجيب دعائك الله أنت يعني البعض منكم ربما يعني كنتم تصلون وتدعون الله والبعض الآخر يعني كانوا يمارسون قانون الجذب لكن بإيمان قوي لأنني أرى يعني شوفوا يعني تغيير يعني بعد معاناة تغيير كبير ونشوفوا كرد النجاح أنت يعني يعني طاقتك ستكون النجاح شوفوا من جديد أنت كل ما رسمته يعني هذا تؤكد أن ما قلته صحيح يعني ما رسمته في خيالك سيتحقق عزيزي بالنجاح بالنجاح والثمار وجني الثمار وخ يعني كردت جميلة جدا عزيزي الحد أنت يعني قمت بتفعيل قانون الجذب بقوة شوفوا بقوة أرى أنك يعني في هذا فيما يخص هذا الحبيب أنت ضحيت كثيرا أنت يعني قمت بمجهود أكثر من قوي مجهود أكبر من يعني مجهود كبير كبير وخ أنت يعني دافعت عن الحب وضحيت هذا ما تقول يعني ضحيت وخ من أجل هذا الحب لكن للأسف يعني النهاية كانت أنك يعني بداية جديدة هذه كرد أنك تبتعد بالحزن من مكان لكن ينتظرك شيء جميل بعد ذلك وخ بعد هذه المعاناة تنتظرك المصارات بفضل أعيد قانون الجذب نعم قانون الجذب بالإيمان أنت مرست قانون الجذب بإيمان عميق وستتحق يعني ستحق كل ما ترغب به حبيبي هذا يعني هذا الحبيب هذا الحبيب يعني حبيب الماضي هذا الحبيب حبيب الماضي سيعود هذا الحبيب سيعود لكن الحب الجديد هو ما حلمت به أنت يعني واضحة أنت هذا الحب الجديد هو حلمك أنت وخ أخبار أخبار صار شوفوا النهاية صفي ربما ستصلك أخبار من الحبيب الماضي نعم أنا يعني سأركز في الحبيب الجديد لأنها هي الأولى نعم هي المهمة في هذه القراءة هذه العلاقة الجديدة والجميلة لا علاقة لها عزيزي برج الحد بما عشته مع الحب الأول وخ يعني أنت حياتك ستشهد تغيير لكن تغيير جميل فيه ألوان فيه قوس قزع فيه سماء زرقاء فيه طيور تغرد وتحلق نعم يعني هناك تغيير في حياتك لكن بشكل عجيب حتى أنت لن تصدق ما هذا؟ لأن ما رسمته في خيالك سيتحقق سيتحقق كل ما لأنك مارست قانون الجذب بإيمان قوي بدموع وبحب وأنت تستحق هذا هذه المصرات التي تنتظرك عزيزي أنت يعني كما قلت تحول عجيب هذا ما تقوله يعني كارت التاور يعني تحول كبير جدا وعجيب أنت ستخرج من صحراء جافة وقاحلة إلى إلى واحة خضراء وجميلة وخلابة أخا هذه أخبار صارة في حياتك أخبار صارة وجميلة وهذا حب كبير ما سيصل إلى حياتك وهكذا ستكون حياتك معه حياة جميلة فيها رزق رزق عاطفي رزق مادي رزق من كل الأنواع هذه هي الحياة التي تنتظركها مع هذا الحبيب رغم أن الحبيب الآخر كذلك ستكون هناك إما رسائل ستسمع يعني أخبار عن الحبيب القديم حبيب الماضي وخا لكن هذا الحبيب الجديد هو العطاء هو الإخلاص هو ما تستحقه تستحقه أنت هو الحب الحقيقي وفرصتك لتكون سعيدا للأبد لا يهم الأعمار قد تكون أنت شاب صغير وقد تكون ناضج الحب الحقيقي يصل في الوقت المناسب مهما كان عمرك وخا أنا أرى هنا حب جميل ورومانسي كل ما رسمته في خيالك سيتحقق رغم أن حب الماضي كذلك ستسمع عنه أخبار أو سيقول لك أو سيتصل بك وخا وخا لنرى ما هي رسائل السماوية ما قلته؟ يعني الرومانسية الحب الرومانسية أنا قلت ذلك أنك يعني هذه التعاطف التعاطف وقوة الأرض قوة الأرض ماذا تقول لك عزيزي؟ يعني أنت يعني ربما حبيب الماضي كما قلت سيعود وستسمع أخبار وسيتصل بك أو شيء من هذا القابل يعني الحبيب الماضي لم يغب كليا وخا رغم أنك أنت يعني قررت أن أن تغير حياتك وصفي يعني لا تريد أي شيء مع هذا الحبيب لكن أنت ستتعاطف ربما هذا الحبيب يعني سيندمع فعلا وأنت ستتعاطف لكن تقول لك يعني هذه يعني متناقضة قوة الأرض يعني أن تكون في الأرض يعني أن تكون يعني صارما وحازما يعني تكون رجلك في الأرض ولا تطل في السماء والطيور مثل الطيور لا تحلق في السماء يعني أن تكون نسيت نسيت لم أذكر الطاقات فأنا أعرف أنكم تحبون أن أذكر الطاقات الطاقات التي أراها هي طاقات مائية وهوائية مائية عقرب سرطان وحوت مثلك وكذلك هوائية دلو ميزان وجوزاء وكذلك وكذلك نارية أسد حمل وقوس وخا هي المهيمينة المائية هي لا عفوا ما هي المهيمينة نعم المائية مثلك الهوائية والنارية نواصل والآن سنرى ما هي رسالة الملائكة الملائكة الحب تصالح تقول أن شخص من الماضي سيعود لحياتك وربما أنت ستسامحه أنا دائما أقول لكم ما تقوله الكارت لكن القرار قراركم ربما أنت ستسامح هذا الحبيب ربما ستسامحه لكن ستستمر حياتك يعني مع الحب الجديد أو ربما ستسامحه وستعود مع حبيب الماضي يعني أنا دائما أقول ذلك يعني أنا أقول لكم لكن أنتم من تقررون أنتم من تختارون مصير حياتكم وهذه تقول أن هذه الرسالة هي في الحقيقة للحبيب الجديد لأنه قلت أنه يعني حب وحب يعني جميل جدا وأنت حينما يصل لهذا الحبيب أنت ستحس كما لو كنت تعرفه منذ زمن بعد يعني هو سيكون حب جميل أنا وصفت لكم أنه سيكون حب جميل جدا أخا علاقة جميلة لا علاقة لها مع ما عشته في الماضي لكن هذه تقول التصالح ربما أنت ستتصالح مع الحبيب وستعود معه وسنبدأ من جديد وسيحدث خصام من جديد ستفترقون وهذا الحبيب أنا أقول لكم أن هناك حب جديد جميل وربما قد يكون حتى توأم الروح لأن هذه تتكلم يعني عن المستقبل وقد يكون هذا الحبيب الجديد توأم الروح لكن ربما أنت تحتاج للنزج وما زلت تحب الآخر وربما ستعيش تجارب معه عندما سيعود لكن في الأخير أنت ستنتهي مع الحب الجديد الذي هو سيكون توأم الروح وليس حبيب الماضي وخا لكن طبعا القرار قراركم الأشياء مرسومة وستحدث ستحدث يعني أنت يعني إذا كان مقدر أن تلتقي بهذا التوأم الروح حسب ما قرأناه في القراءة فستلتقي يعني كانت واضح يعني مهما أنت طولت في المسألة القدر لا يمكن الفرار والهرب من القدر وخاف همتونيك مهم أتمنى لكم الخير أتمنى لكم الصحة والبركات السماوية تمطر عليكم يا الله وحب الرحمن كذلك ويعني مهم جدا أن نحس بالخالق بالرحمن لكي نكون يعني لكي تكون قويا وخا أتمنى لكم كل جدا احبه